السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة الفيديو هتكلم عن فوايد التدخين اذا التدخين مفيد اذا ندخن بقى بروحيتنا لا لا استنى بس واسمع الفيديو للاخر عشان تعرف هل التدخين مفيد ولا مدر التدخين طبعا مدر وكلنا عارفين ولكن في حالة واحدة بيعتبرها بعض الناس فايدة او بيشوفوها ان هي فايدة لكن للاسف لما بتزيد بتتحول لمشاكل وبتعمل اضرار كتير جدا وهي ارتفاع نسبة الحديد في الدم او ارتفاع نسبة الهومجلوبين في الدم هل فعلا المدخن بيقى نسبة الحديد عنده مرتفعة او طبعا لان المدخن بيستنشق نسبة كبيرة من او الاكسيد الكربون وده غاز تام بيوصل للدم بسرعة الانسان الطبيعي الا ما بيدخنش بيستنشق غاز او الاكسيد الكربون بنسبة واحد في المية لكن المدخن بيستنشقه بنسبة كبيرة جدا غاز اول اكسيد الكربون ده بيوصل للدم بسرعة وبالتالي بيرتبط مع الهيموغلوبين او مع الحديد اسرع من الاكسوجين اللي موجود فيه هواء الاستنشاق فبالتالي بيقلل نسبة الاكسوجين اللي بيمتصوا الدم فبيقلل نسبة الاكسوجين في الدم يبدأ الجسم يحصل له ايصارة ويشتغل ويكون قرات دم جديدة بتحمل نسبة هيموغلوبين جديدة والنسبة اكتر من الهيموغلوبين علشان ترتبط بالاكسوجين ويعوض نقص الاكسوجين اللي عنده فبالتالي ارتفع نسبة الحديد في الدم ويرتفع نسبة الهيموغلوبين اللي موجود في الدم طب ارتفاع نسبة الحديد ده هل هو مفيد او مضر لا طبعا هو لما بيوصل لمرحلة معينة لما بيوصل لمرحلة معينة بيكون مضر لانه ممكن يسبب جلطات ويكون كمان ضغط على القلب بسبب جلطات ممكن تكون في الساقين او في الاطراف او ممكن تصل لقدر الله الى الرئتين. طيب هلو اعراض ايواء اعراض زيادة الهيموجلوبين في الدم زي الارهاق والوهن والتعب. عدم القدرة على النوم والارق. كمان ارتفاع ضغط الدم وارتفاع ضربات القلب وضيء التنفس. اه دي كلها اعراض بتدل على ارتفاع نسبة الهيموجلوبين في الدم. فلو انت شخص مدخن وعندك الاعراض دي توجه بسرعة واعمل تحليل هيموجلوبين او تحليل صور الدم عشان تعرف اذا كانت نسبة الهيموجلوبين ارتفط عندك قوي بالشكل الضار اه او لا. طب هو ايه علاجه ارتفاع نسبة الهيموجلوبين في الدم? علاجه بيتبرع بالدم على فترات متقربة يعني كل فترة نتبرع بالدم او سحب دم من الوريد. اه كمان ان احنا نمتنع على الاكلات اللي موجود فيها نسبة حديد عالية زي مثلا الكب ده واللحمة الحمرة ودي فيها نسبة حديد عالية من الحديد اللي سهل امتصاصه في الامعاية والحديد ده بنسميه هيم ايرون. الهيم ايرون ده سهل جدا انه ينتص في الامعاية وبالتالي يرفع نسبة الحديد بسرعة في الدم. فيه برضو نوع تاني من الحديد وده صعب شوية في امتصاصه. بنسميه الهيم ايرون. وده موجود في السبانك وفي القضروات الورقية. وده بيحتاج لبيتامين سي او بعض المواد الغذائية اللي محتوي على فيتامين سي علشان يمتص كويس في الدم. فالانسان اللي عنده ارتفاع نسبة الحديد في الدم يمتنع تماما عن الاكلات اللي فيها حديد سواء كان جايد الامتصاص زي اللحمة والكبدة او الحديد رضيء الانتصاص زي السبانك وكمان ما ياخدش معيها حاجة يكون فيها فيتامين سي. كمان يمتنع عن المكملات الغذائية اللي بتحتوي على حديد عشان ما زودش نسبة الحديد عنده. من كمان النحوظات الهمة او من التعليمات الهمة اللي بنقولها لمريض ارتفاع نسبة الحديد في الدم انه ما يكلش ابدا المأكلات السماكية والبحرية الانية لانها بتحتوي على نسبة كبيرة جدا من الجرسيم والبكتاريا اللي ممكن تنشط في الوسط اللي بيحتوي على نسبة عالية من الحديد وبالتالي تسبب ضرر ومشاكل في جسمه. في النهاية انا بتمنى ان انتم كلكم تمتنوا عن التدخين التدخين ضار جدا جدا حتى الفايدة الوحيدة اللي بنا دي شايفينها بعض الناس ان هي فايدة فهي نتجة من ضرر وهو نقص الاكسوجين في الدم هي مش فايدة ولا حاجة هي محاولة للجسم انه هو يعود نسبة الاكسوجين اللي نقصة عنده في انه يكون قرات دم الحاملة جديدة وده اللي رفع الحديد عندنا وكمان ارتفاع الحديد زي ما قلت ابي كده بيسبب مشاكل مش مفيد ابدا بيسبب مشاكل زي الجلطات بيعمل ضغط على القلب بيرفع آآ بيرفع ضغط الدم بيعمل مشاكل كتير آآ احنا بغينا عنها اتمنى انتم تكونوا اتفادتم من الفيديو النهاردة ولو انت مش مشترك في القناة الريد تشترك وتفعل الجرس علشان يوصل لك اشعر بكل الفيديو جديد ولو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وشير والسلام عليكم اشتركوا في القناة الاشتراك